كيفك يا حج وفيك؟ دورت دوار العمدة يا زكريا الدار دارك لكن العمدة مش موجودة هنا لأن انت مش العمدة عني العمدة وبورك اسم يا زكريا سيبك من الأوراق أنا جايلك في خير خير لي وخير ليك بس الأول أنا عايز رجالة رجالة وسلاح قديك رجالة وسلاح وتحاربني بيهم بعدين يا زكريا كيف حربك برجالتك؟ أنا لو طلبت منهم إنهم يلفوا السلاح نحيطك هيتخون أنا أنا حربي مش هناك أنا حربي هناك في مصر في الجسر اللي لو خشيته الخير حيعم لي وليك نفكر الموضوع عايز ضمانات يا زكريا الدمانات اللي عليك يفكر نبقى عيلة واحدة تتجوز بنتي قلت إيه؟ إيه اللي جارة في دماغك يا عبدالله؟ هتجننت ولا إيه؟ لا ما تجننتش يا عمي أنا باخد حاجة حاعة من إيه؟ لو عادتكم فكر إن الورقة الخيبة اللي معاك دي أدخيل عليك؟ لا أنا ممكن أتفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البيضة ديك؟ وأني سهلة رد يا عمي نزل سلاحك يا بازال ما تخليش حسابك يتقل أكثر من كده عايز تقول حاجة تانية يا عمي؟ ولا قلنا وارد؟ أنت كلامك تبلعه خارس وما سمعش صوتك؟ لأخسار يا عبدالله وأنا اللي افتكرت في يوم من الأيام إنك شبعي بس للأسف طلعت عاي الغشيم ويظهر إن لازم أربيك تاني من أول وجديد لإن أبوك صبري كان حناياً عليك أكثر من لازم اللي تربى تربى خلاص يا عمي زي من التربية ولا؟ إحنا ولادي النهار ده؟ تعال يا عمي حط يدك في يدي إنت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل إيه؟ هنعمل إيه يا عمي؟ هنكتروا ناس تانية؟ ولا ناخد حجوق مش حجوقنا؟ لا يا عبدالله مش عمك سليم اللي يحط يده في يده واحد زيك خلاص يبقى نورت يا عمي وماله؟ نورت نورت يا عبدالله بس هنتقابل تاني هم؟ هنتقابل تاني وزاعتها هتندم على اليوم اللي انت شديد فيه عن العيلة سلام لأهل السلام لكن انتو أهل نار وهتولع فيكم بقى عادي بديه؟ ادخل ادخل مزاميه خير يا أولادي في واحدة وقفة بقى بتقول ان هي عاوزة مدير الدار مش انتو خابرين ان ببتجابلش حد في نص الليل روح جلها النهار بروحة نين لما قلت لها الصبحة قالت جلتية ما قلت بتقطع ليه؟ قالت ان هي بنت زين العطار زين العطار ماشي يا بنت الغالي مالك يا حبيبي لا ما فيش حاجة بس بركز شوية اقولك يا اعمل ليلة في نجا نهوة قهوة القهوة قدامك اهو وانت مش شربتش منها حاجة دي حتى برتت بعليش مش بركز هو انت لما روحت الوفيق قالك حاجة دايقتك؟ لا 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 ما تشغليش بالك انت ما فيش حاجة هو انت نوي على ايه؟ كل خير ان شاء الله بقولك ايه؟ دايلي رؤيا مش عايز عادي ياخد بالواق يلا حاطر نورت الدار يا بنت الغالي مش كنت تقولي كلنا استقبلناك احسن استقبال ده احنا برديك بنعرف نستقبل الضيوف هو انا اللي بتصل بيكو كتير قوي ومحدش بيرد كيف؟ ده عمرها ما حصلت لا حصلت، حصلت كتير انا اتصلت اكتر من مرة عشان اسأل على حسن اخويا ويوم ما رديت وقلتولي مفيش حد هنا اسمه حسن حسن ما تجيش في الدار ومحدش خابر طريقة طب ما تعرفش ايه طريقة وصلوا بيها؟ ما قلتلك حصل من يوم ما هجم الدار ما حدش خابر قترة العلم عند الله يا بنتي اسمعي الوقت تأخر والليل هنا واعر جوي وانتو ضيفة عندينه وعرف الدار بيقول حتبيت يهنيا انا هخلي العيال يجي هزولك المضيفة واللي معاك ده؟ تماني حيبيت مع العيال حصلوني هنا الرجل الشرير ده هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف ده انت حتى اسم ابوك يبرع على باب الدار سيبك منه يا تماني بقولك ايه؟ انا عايز اتفق معاك على حي فهمت يا رؤيا؟ ايه واي حد يحسني جنبك؟ ما تخافش والله وديك هتشوف مين؟ ازايك يا هايدي؟ انا رجاية رجاية بنت زينة بالعطار عايزة منينا ايه تاني يا رؤيا؟ استني بس انا مليش دعو بحاجة انا وابوي مش موافقين على اللوم ما عملته وخالي صبره كمان مش موافق انا قلت اتصل اعرفك واتطمن عليكم انتو بخير يعني عجبك اللي عمله فينا دا؟ احنا هنيه ما عارفين اش حاجة طمنين عليكم وكلكو بخير والبت تعال يا بخير عبدالله يا ستي طرادنا من القصر وضرب نارة على حزم في رجله وحاجة السلمة عنده وعالية كمان معاه هناك ما دخلتنيش لي معاك يا عمي ما كنتش ضامن رد فعلك بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها يا عمي انا كنت هسكت ما انا بتكبر بيك المهم نوع عليها انا كنت عارف ان انا اللي هاخد لحق ولا باطل انما برضو كان لازم اعمل الزيارة دي علشان لما طربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم هبقى عملت اللي علي ما قلت ليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو مفيش رد فعل ناس كتير جوا مشاير الفيديو بتاعك عمي ونشرين الصورة لحاجي جا انت عارف الفيديو دي عامل كم مشاهدة على اليوتيوب كام لا ما عارفش انا باسألك انت كام طب اخرس بس لي عمي ناس كتير اتكلموني بيقولولي مبروك لعم سليم مبروك لعم سليم مبروك لعم سليم كانك نجحت في السنواء العامة يعني بس الناس كلها يا عمي بتقولوا انك الظلام طب كويس كويس الله صحيح اقول لي عميا ايه المكالمة العالمية اللي تجهتن لي ام مها مكالمة عالمية قال يا ابوه يا عم سليم يا أخوه يا عم سليم اول ما قلت هلو عنيك بربشت ونفسك ما طلعش انا قلت عم سليم حيروح مني والي ايه مش هتقول لي اسمه ايه سجنة فيه اللابس ايه هشوف همين ضم لا مش حقول لي كحاجة واصل اصل اخرس المصيبة يا فارس ان انا كمان مش عارف اوصل لها كل ما كلمها تليفونها مفهول مكفول ولا غير امتاح مسايا خدمتنا الناس كلها بتتفرج على الحلقة وكله بسبب مين بسبب الجو الجو ايه يا اه دي الكلام القديم ده قديم تليفون يا عم انا جايلي تليفون انا جايلي تليفون ما تتكلمش سوانا يا عم تتكلمش خالص جايلي تليفون اهو تليفون سامع سامع رد اهه سارة ايه يا عم فارس خير يا عم سارة انا عايزك كده في مصلحة على الميش بوس يا سيدين انا عايز اعمل معك حوار صحفي ايه رأيك معي انا ايه ايه ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا وانا بقى لازم استفيد وعود المية وعشرين جديد ده كله بسبب حلقة عم سليم بالزبط كده مصلحك ده من اولها ما هو يوم ليك ويوم عليك ويا عم تبقى ردتها لي ولا ايه لا يا سيدين ماشي طب ايه هزبط واشوفك واللي عايزوا على التليفون لا المهم اشوفك ونتجابك طلاص اتفقنا هزبط واكلمك ماشي سلام يا معل سلام مين دي الجو؟ الجو؟ الجو الجديم ده يا عمي هوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الشغل فات كلكم أتيك ولو عدت مانيا ده قوم تاني ليه يخضر ملوش مكان وده غادر باية وفختي ولو عد ده لازم يموت وبأيدي وتكبير يا معلم لو عدت عيل تافي ده تسيبهولي أنا بقى ده لعشان برضو هاديك وبالنسبة لشغلنا بقى ايه بقى فيش شغل غير ما الوقت ده ييجي ورابطه تعلق لباب الحارة والناس كلها تعرف ان ده جازات اللي يكسر كلاميه يا العطار والله انت كبير وحياة أمي معزيمه ما عملت اللي أنا بتلك علي؟ اه بس الغريبة ان ما كانش في حد عايزي تكلم معاه شغل واحد اسمه عزيز بيقولي كده تقريباً ان في واحدة هي اللي عارفة عنه حاجات اسمها رحمة عند بيت اه اه و عند محله حVESة اللي عند البيوت جوه طب بس احنا نتحرك الا اميكד علي طوب اوكي؟ اه يلا بايمك يا تا على فين عايزين نخرج عم سميح أمار محدش يخرج ولا يدخل من الدهر إلا بإذنه يعني ايه يعني تحبسين هنا فتوة كملكة ما هفرغ السلح ده فيك دي الوامل عم سميح تهمت ولا لا؟ لا بصراحة بقى ما فهمتش ومش تماني اللي تعمل معه الغلط عشان تبقى فاهم اللي انت بتعمله ده هو الغلط انت بتكتره علاء عشان في حتتكو؟ ما تنسافش عمين؟ يعني انا محبوسة هنا ولا ايه يعني؟ مين جاه؟ انت ضيف عندنا والإكرام الضيف واجر ضيفت ايه؟ انا مش فاهم يعني انت جاعدة هنا امعززة ومكرمة وليك عليا لحد يزيكي ولا حد يجربلك بس على شرط الباب ده ما تخطيهوش ليه؟ اهو ده اللي زاعل عات السؤال ده مش من حقك تسأليه ولا انت من حقك تقول يعمل ايه ومعملش ايه؟ ماشي مع ان الله جديد مش عجباني ما هو لازم دلوقت تعرف انت بتكلم مين؟ الخريطة تغيرك والدنيا تشغلبت سبحانه طب في انت اماني؟ الوقت اللي معاك ده ما ترباش رفع اسلاح وعرف الدار اللي يرفع اسلاح تنقطع يده بس انا قلت كفاية عليه حبس الانتين تقول لي ليه؟ عشان انتي بنتي الغالي اهلي يا زكريا نورت منورك يا عجب فضل جل يا زكريا وانت ماشي كده مش خايف حد من اهل البلد يشوفك ويبلغ عنك دي تبجى عايبة في حجك قبل حجي ليه؟ وانا امسك لسان اهل البلد كلاتهم؟ عموما انا بقول لك عشان تحرص خلينا في المهم جل يا زكريا جل انا فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه كذلك وكررت حاجي وفيك أنا جاي يطلب يد بتك و渐ف لك